ترند الاهلي وأكيد الحديث فيه مستمر عن مباراة الغد أمام سيمبل تنزاني نشوف ايه آخر الأخبار وبرضو ده خبر من ضمن الأخبار مهمة قوي يعني وبخلالك مباراة بكرة يعني ده من خلال حساب جلوب سوكر على تويتر واللي بيتكلم على إن الاهلي بيتصدر قائمة الاندية الأكثر حصولا على الألقاب في القرن الواحد والعشرين بكم لقب زي ما حراركم شايفين كده الأهلي 45 لقم بعدين باير بـ 44 لقم بعد ما فازه بكاس العالم يعني وبعد كيه بيجي عدد بقى من الأندية والأسماء الكبيرة جدا يعني في أوروبا وفي أمريكا يعني مثلا عندك بورتو البرتغالي في القرن الواحد وعشرين حتى الآن حقق 35 بطولة برشلون 34 سيلتيك 34 يعني فيه عنديك ريال مادريد 30 بريسان جرمان 30 الأهلي بيتصدر كل هذه الأندية في القايمة دي والأهلي بيقترب بشكل كدير جدا من حسن لقب القرن الأفريقي كمان إن شاء الله مع السنوات القريرة المقبلة يكون حسن بشكل كبير جدا هذا اللقب بإذن الله طيب من ضمن كمان الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وحساب سيمبل تنزاني على تويتر نشروا تصميم جديد آخر للمباراة وكتبوا قادتنا جاهزون للمباراة أمام الأهلي هذه مباراة تجمع أبطال تنزانيا وأبطال مصر لا تفهمونا خطأ وهم أصدقهم هنا أو في إشارة يعني للتصميم اللي كانوا عملوه مبارح ونزل بخصوص أنها مباراة حرب وكلام من ده وما عايزين يوضحوا يعني أن أم يعني كده بيحفزوا لعبتهم ما فيش مشكلة خالص كل الأمور دي بناخدها بالشكل الإيجابي والأهلي بيحب التحديات الكبيرة والتحديات القوية اللي زي دين إن شاء الله يتعامل معها بالشكل الأمسل اليوم السابع عاملين يعني تحليل كده وديتكلموا على أن خمس نجوم بيراهن عليهم الأهلي في مباراة سينبا لصناعة الفارق وهنا تطرقوا لمحمد الشناو وطبعا مش محتاج أن احنا نتكلم خالص عليه وعلى مستوى ما شاء الله عليه ربنا يحفظه ويستمر بهذا المستوى وهذا التقلق المميز تطرقوا كمان لبدر بنون أحد العناصر المهمة وهي دي صفقات السوبر بصراحة أن أنت تجيب العيب يخش في التشكيل الأساسي تحس بالفرق اللي هو بيعمله رغم طبعا أن احنا عندنا العبين مميزين جدا في خط الدفاع لكن بدر بنون أضاف كتير جدا لمنظومة الأهل الدفاعية في مختلف المباريات كمان بيتكلمها لعمر السولية وشخصية عمر السولية ممكن عمر في بعض المباريات أو بالتحديد بعد ما رجع من الإصابة الأخيرة مستوى الفني مش هو عمر السولية مع الوقت حيجي ده طبيعي أي حد يرجع من الإصابات نعني بياخد وقت عشان يخش في الفورمات بتاعته اللي كان عليها لكن المهم في عمر السولية والحاجة اللي بيتميزه جدا هي شخصيته في الملعب حتى لو مستوى لسه بيستعيده تدريجيا لكن الشخصية بتاعته في المباريات الكبيرة بتبقى موجودة حضرة بمنتهى القوة فبالتالي بترجع تفة النادي الأهل في كل أحوال عمر السولية العيد كبير قوي قوي يعني محمد دهاني كمان لعب مستوى مميز شوفنا في كاسة عمل أندية بيتقلق ويقدم بطولة جيدة جدا وأحد الركائز الأساسية بالنسبة للمستوى بيتسو مسماني برضو مصري أو عفوا اليوم السابع اتكلموا عنه بشكل إيجابي وأخيرا كمان بيتكلموا على ثقة مسماني في أفشة أفشة طبعا نجم كبير ولعب مميز جدا ليه دور كبير في مختلف الانتصارات الخاصة بالنادي الأهل إن شاء الله الخماسي يرجح كافة النادي الأهل مش هما بس كمان بقيت الفرقة في المباراة حسب التشكيلة هيختاروا مستوى بيتسو مسماني يكونوا مميزين ويكونوا في يومهم بإذن الله خلينا نروح لخبر آخر وهنا بيتكلموا على الإحصائية مهمة جدا من مصر اليوم وبيقولوا إن 12 انتصارا خارجيا للأهل في مجمعات دوري أبطال أفريقيا وهنا بيتكلموا هنا بخصوص دور المجمعات تحديدا فدور المجمعات قدرت أن تتحقق 12 انتصار خارج أرضك فقط في مدار تاريخ النادي الأهل في دور المجمعات بطول الدوري أبطال أفريقيا بيرسودوا بعض الممبارات المهمة والتاريخية في الحقيقة بالنسبة النادي الأهل أول انتصار لنادي الأهلي خارج أرضه في دور المجمعات كانت عام 1999 وفاز الأهلي على شوتانج ستارز الناجيري نتيجة 3-2 بعد كده انتصار قوي ومهم بالنسبة النادي الأهلي في مشواره في دور المجمعات كان على حساب بيترو أتليتكو الإنجولي بنتيجة ساعة 1 فاقي number كانت مباراة مهمة جدا الأهلي في الساعة 1 وكان بيلعب فيترو أتلاتكو في توقيت ده جل بيرتو وفلافيو وبعد البوتولة دي نضمه للنادي الأهلي 2001 الأهلي فاز فوز كان مهم جداً فترة مباراة دي كويس قوي أمام فريق شباب روزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بهدف كان ممتاز في الحقيقة لبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق كان من خارج ونطقة الجزاء تصويبها قوية جداً كمان الأهلي فاز في آخر نسختين وسط أنصاره على حامل اللقب إنينبه الناجيري كان ساعتها ده في 2004 معتقد كان ساعتها إنينبه بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين واربعة الأهلي فاز وكان هدف أبو تريك على ما تذكر وانتو كان يتحلوه قوي مع عماد متعب أو عماد متعب هو اللي جاب الجمش أبو تريكا كانت وانتو كويسة جداً ما بين الناعبة كبار جداً في تاريخ النادي الأهلي زي أبو تريكا ومتعب الأهلي كمان حسم مباراته أمام أسك مموزة الإفواري بنتيجة 1-0 ده في 2007 بدور المجموعات كان هدف فلافيو يعني حدد كبير جداً من اللقاءات المميزة والمهمة الأهلي قدر إن هو يفوز بها خارج ملعبه اللي بيميز كمان الأهلي المراضي إن مستر بيتسو مسماني أرقامه جيدة جداً لما بيلعب في الجولة الثانية خارج ملعبه مع لندية اللقادة في دوري أبطال الأفريقيا بتحديد سانداونز تقلق معهم لعب خلاص مصرات كيسة 3 وتعادل 2 ده أمر مميز جداً وده أيضاً دافع إيجابي وإيه أمر إيجابي قبل مورات الغد ده بخصوص أخبار الأهلي